أمس أنا عرضت فيديو لأحد الأشخاص في علوة الرشيد ادعى هذا الرجل وعلن أمام الرأي العام ما تقوم به بعض السيطرات من فرض أتاوات على المخذر والمواد الغذائية سيارة يأخذون من عدة مليون وسيارة يأخذون من عدة مليون ونص هذه الأتاوات وهذه السيطرات وهذه السلوكيات كيف رصدتموها؟ كيف تعاملتم بها؟ وهذا ينعكس أصلاً على أسعار المواد الغذائية نعم سيارة الواء نعم الحقيقة جولاتنا المستمرة سواء السيد وزير الداخلية لديه جولات شبه يومية يلتقي بالتجار والمتبضعين وكان هناك نشاط كبير لوزارة الداخلية في موضوع مراقبة الأسعار ومنع حالات التخزين ومحاولة رفع الأسعار وأوعز السيد وزير الداخلية إلى مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية بهذا الموضوع الذي تبنت قضية ثبات الأسعار بالنسبة إلى الموضوع الذي طرحته حضرتك بعض المعلومات أنا شخصياً ما سامع بها لكن نتمنى أنه مواطننا الكريم يكون إلى دور في الإبلاغ عن أي حالة سلبية لا سامح الله نعم هناك حالات سلبية رغم أن هذه الحالات هي فردية لكن على المواطن أن لا يرضخ إلى الابتزاز هناك قرارات للحكومة المركزية ولجنة الأمر الديواني خلية الأزمة باستثناء عجلات التي تنقل المواد الغذائية وأيضاً هذا الموضوع هو بالنسبة إلى أنه كوزارة داخلية موضوع مهم جداً لأن الأمن الغذائي هو جزء من منظومة الأمن الشامل ولذلك سيد الوزير أوعز إلى مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وخرجت إلى كافة المخازن التي تخزل كميات المواد الغذائية ووجدنا أن الأرقام الموجودة هي مطمئنة إلى حد ما وأيضاً اتصل السيد الوزير ببعض السادة المحافظين في المجالس الحكومات المحلية وطلب منهم ضرورة إبداء التسهيلات الممكنة للعجلات التي تنقل المواد الغذائية وكذلك أوعز إلى مديرية الدفاع المدني بتعفير هذه العجلات لأن كانت هناك مخاوف باعتبار هذه العجلات تأتي من مناطق حدودية ولهذا أوعز إلى مديرية الدفاع المدني بأن تقوم بتعفير هذه العجلات حتى بالتالي تكون هناك تسهيل لإجراءات مرورها أنا أيضاً إخوان الفيديو اللي بعلوة الرشيد الأخ أحمد اللي صورت الفيديو أتمنى أن تتصلون علي حتى أبعث هذه المعلومة إلى السيد اللواء وللسيد الوزير حتى يتم اتخاذ الإجراءات في السيطرات التي حصل في هذا الوضع ما يتحمل سولف ومش الوضع يجب أن نثبت هذا ولذلك سيادة اللواء أنا أسأل هل استحدثتم خط ساخن للتعامل مع الأزمة مع المواطنين على الخط الساخن القديم بشكاو المواطنين خط ساخن بهذه المرحلة؟ نعم هناك خطين ساخنياً مهمة يعني لوزارة الداخلية الخط 130 هذا الخط يعني بجميع الإخبارات مهما تكون نوع الإخبار والخط الثاني هو 104 مديرية شرطة النجدة اللي تتولى موضوع تقديم العون والنجدة لكل شخص يحتاج إلى المساعدة يوم أمس أبلغني سيد مدير شرطة النجدة بأنه يعني فقط حالات الولادة اللي نقلتها عجلات النجدة 2000 حالة خلال فترة الحضر على عموم الإراءة؟ والإضافة إلى كم كبير من الخدمات اللي لا لا في بغداد فقط في بغداد يعني العجلات اللي نقلت حالات الولادات بالنسبة للأشخاص شوف رحبة ربك؟ يعني بعض الأشخاص حتى يتردد أنه ينقل أهله في عجلات الإسعاف خوفا من موضوع الفيروس وغيرها ولذلك يعني قاموا يفضلون عجلات النجدة في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر